انتشرت أنباء بكسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتشير إلى أن الفنان رامس جلال فقد بصره في العين اليسرى وده أثناء تحضيره لأحد مقالب حلقات رمضان لعام 2023 وإنه قرر اعتزال المقالب نهائيا بعد هذه الإصابة ولم يخرج الفنان رامس جلال حتى الآن لتأكيد صحة هذه الأخبار أو نفيها الشيء اللي أصار قلق محبي واللي بيتساءله عن صحة الموضوع والإطمئنان عليه وكانت علاقة الفنانة نهال عمبر مسؤول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية على خبر إصابة الفنان رامس جلال بالعمى حيث قالت في تصريحات ليها ما عنديش معلومة لكن أعتقد غالبا أنها هتكون شائعة زي بقية الشائعات اللي بتنتشر يذكر أن الفنان رامس جلال ينتظر عرض فيلم السينمائي الجديد أخي فوق الشجرة وكان تصدر خبر إصابة الفنان رامس جلال بالعمى وفقدان بصر أحد عينيه ترند مؤشر البحث ترجمة نانسي قنقر